على بعد يوم واحد من اختتام النسخة الثالثة من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط الشاطئية التي تشدوى مدينة إيراكليون في اليونان من التاسع شتمبر الجاري وإلى غاية السادس عشر منها أكملت التمثيل المغربية مشاركتها التي شملت سبعة أصناف رياضية أكملتها بثلاث ميداليات في الضية واحدة بوسطة الكاطة كاراتي رجال ونحاسيتين واحدة للكاطة كاراتي هاتي المرة سيدات والنحاسي الأخرى لكرة القدم الشاطئية كان ممكن ديروا أكثر ديال الميداليات باش يشاركوا في هاد الألعاب أو الرياضات اللي يشاركوا في هاد الألعاب ديال البحر الأبيض المتوسط كلهم عندهم ميدالية دهبية أو ميدالية فدية أو ميدالية نحاسية في الألعاب الإفريقية اللي كانت في حمامات ربما اللي كان خاصنا نزيدو فيه وهي الاستعداد لبخيب برقاسيون لهاد الألعاب وهي كذلك الاحتكاك على المستوى الدولي على أي حال بالنسبة للجنة الأولمبية باش تواكب هاد الرياضات مولات ليهم برنامج رياضي فيه تربوسات وفيه مشاركات دولية حاجة واحدة لوقعات في هاد الإقامة اللي درنا في هاد الألعاب وهي النهار اللول وقع ما وقع في المغرب يعني جاهد الزنزان لأولا فاجئنا بزاف لضرنا بزاف لكينوزا بخيو كيبي ولعقدنا وقلبنا مع المغرب مع العائلات دينا فإذا كانت منه حد سعيد لقاءات القادمة إن شاء الله ويحفظ المغرب ويحفظ المغربة فيما الأصناف الخمسة الأخرى نتائجها منها من افتقد إلى الخبرة والتجربة ومنها لعدم الاستعداد الجيد والأخرى لم تسعد البوديوم بجسئية صغيرة بعد أداء مشرف آخر اسم في مشاركة التمثيل المغربية في ألعاب يراكليون الشاطئية كان في صنف السباحة بالمياه المفتوحة بواسطة السباحة ملاك مقدار التي دخلت منافسة الخمس كيلومترات لكن لم تقوى على مجارات السباحات الأخريات خاصة من إيطاليا والبرتغال إلى جانب قلة التجربة في التعامل مع استراتيجية السباق مع السباحة بالمياه الحرة تكون المشاركة المغربية في الطبعة الثالثة من ألعاب البحر الأبيض المتوسط الشاطئي انتهت وعداد صبورة الميداليات توقف نهائيا عند ثلاث ميداليات على أمل استفادة من خبرة هذه الدورة في مقبل المحطات المتوسطية وغيرها